موسيقى وهودوا الحجر وهودوا البشر فلابد من فتح الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة وأنا بصفتي خبير في الإسيسكو وعضو لجنة الخبراء المكلفين بإعداد تقارير فنية حول الانتهاكات الإسرائيلية الجديدة كل سنة في القدس بنسافر إلى عمان في المملكة الأردنية ومعنا أعضاء من الرئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لليونسكو والإسيسكو الدكتور إسماعيل التلاوي وأعضاء من القدس بيجيبونا التقارير لأنهم من عين المكان من داخل فلسطين ومن داخل القدس فبيجيبونا تقارير وبنقشها وبنعمل تقرير فني نهائي وبنرفعه طبعا للإسيسكو وبعد كده الإسيسكو بتأخذ بقى فيه الطرق القانونية بتاعة المنظمة وعرضه على الجهات الوزارية المختلفة والجميع عن حال العالم بعد ترجمته إلى اللغتين الأساسيتين وربما أكثر من اللغة فطبعا إحنا بصفتنا أثار أكتر ناس حرصا وأكتر ناس إلماما ومعارفة بالتطور التاريخي للقدس وأن القدس عربية من 3000 سنة قبل الوجود اليهودي وقبل مملكة إسرائيل لمملكة داود وسليمان دي مملكة كانت ضعيفة جدا كما أثبتت الحفاء الأسرائيين لمدة 70 سنة فقط وكان غزو على اليوبسيون حتى أن داود لما راح إلى ما يعرف باسم القدس كان اسمها مدينة يوبس وكان سمى مدينة داود حتى جبل اللي يسموه جبل سهيون جبل سهيون كان اسمه جبل اليوبسيين وكان عليه قلعة يوبس اللي يسموها بعد كده قلعة سهيون فهم زيفوا الحقاق التاريخية وابتدعوا علم الآثار الطوراتي للأسف والأدلة الأسرية كمان أثبتت الكذب والتلفيق ونفت كل الحجاج اللي وردت في الطورة المكتوبة والطورة الشفهية اللي هي بيسموها التلموت فلابد أن الزاكرة الجمعية العربية والإسلامية تعي كل هذه التلفقات وذلك العبس اليهودي وتعرف بما أن الآثار هي خير شاهد لأنها من آيات الله سبحانه وتعالى خير شاهدا على هذا الكذب وشاهد بذلك علماء الآثار الإسرائيليين أنفسهم مفيش حاجة اسمها الهيكل أسفل المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكل الحفاق العسرية اللي اتعاملت منذ أواخر القن 19 لغاية يناير 2010 اكتشفت أثار إسلامية وأقدمها يرجع إلى العصر الأموي فضلا بقى في الطبقات اللي بعد كده أثار رومانية وما قبل ذلك في هذا الإطار فلابد أن احنا فعلا عشان كده بنطالب الدول العربية والدول الإسلامية تاخد مواقف شجاعة وقوية عندما يحدث أي اعتداء وعندما تنتقل السلطة إلى الكيان الصهيوني لابد من سحب السفراء في البلاد العربية والإسلامية لابد من تجميع عضوية الدول العربية والإسلامية في الأمم المتحدة لابد يبقى فيه مقاطعة اقتصادية لابد من وقف التطبيع وغير ذلك من كل هذه الأمور والله الإعلام ضعيف ومخزي ومخزل جدا الإعلام للأسف وإحنا قلنا حتى من توصيات النهاردة لازم فيه قناة دولية خاصة بالقدس وتبقى موجهة للغرب وليست موجهة إلى الشرق وبجميع اللغات اللي هي موجودة في العالم طبعا لأن إسرائيل مزدها التفوق الإعلامي الهائل والمدية العالمية أنا حتى عدتك بتعمل بحثي برضو كخبير من سنتين اسمه التهويد الإلكتروني القدس بيرسخوا المفاهيم والاعتقادات الخاطئة لدى الجيل الجيل الناشئ اللي بيسموه نجد الوقت اللي هو الجيل الثالث لأن إحنا عندنا في إسرائيل دولة ثلاثة أجيال الأجيال اللي هجرت هم أكبار السفرديم والإشكناز اللي هم اليهود الشرقيين واليهود الغربيين إنما الجيل اللي تولد في إسرائيل بقى من بعد وعد بولفور ثم بعد كده بعد الدولة اليهودية سنة 48 بيسموه حتى الجيل الإسرائيل الجديد بيسموه إكسيبرسو جنريشن جيل الإكسيبرسو فبيرسقوا هذه المفاهيم عبر الميديا الحديثة والتقنيات الحديثة بيسموه حديثو جنريشن بيسموه حديثو جنريشن بيسموه حديثو جنريشن